شايفين هاي البطاطا زراعتها بداية الربيع من خلال هذا الفيديو رح نشرح طريقة زراعة البطاطا بداية الخريف البطاطا تنزرع بموسمين أو بموعدين تنزرع بداية الربيع بالشهر الواحد أو الثاني وتنزرع بداية الخريف بالشهر الثامن أو الشهر التاسع تقريبا وأفضل أنواع البطاطا على حسب نوع التربة عندك وعلى حسب الصنف الموجود عندك أصناف البطاطا لا تعد ولا تحصل تقدر تزرع البطاطا وتشتريها من خلال الصيدليات الزراعية وإذا ما توفرت صيدليات زراعية أو ما تعرف من وين تشتري بدور البطاطا إذا بدك تزرع فقط بحديقة المنزل تقدر تروح على البقالة وتشتري بطاطا وتجذر البطاطا بشكل شخصي تلف البطاطا بكيس خيش وتبلل كيس الخيش بالمي وتحط البطاطا بمكان ظل خلال 15 يوم البطاطا راح تبرعم وتقدر تأخذ البطاطا وتزرعها وإذا كانت حبات البطاطا كبيرة تقدر تقسم حبات البطاطا إلى أجزاء إلى دارانات وتزرعها بالتربة أفضل أنواع التربة اللي نزرع بها البطاطا هي التربة البيضة الغنية بالسماد العضوي لأن دائما التربة البيضة تكون خفيفة والبطاطا مثل ما تعرفون ثمارها تكون تحت الأرض إذا التربة ما كانت خفيفة الثمار ما رح تكبر لذلك إحنا إذا بدنا نزرع البطاطا للتجارة يفضل نبحث عن التربة البيضة الغنية بالسماد العضوي نفلح التربة بعمق 40 أو 50 سنط تقريبا ونعمل خطوط يكون عرض الخط من 30 إلى 40 سنط تقريبا ونزرع البطاطا بين الثمرة والثمرة من 40 إلى 45 سنط تقريبا نترك بين الثمرة والثمرة والبطاطا لازم تعرفون أنواع كثيرة ببعض أنواع البطاطا مجرد ما زرعناها بدها 120 يوم حتى تثمر ونشيل المحصول وببعض أنواع البطاطا مجرد ما زرعنا الثمرة بدها تقريبا 90 يوم حتى نشيل المحصول وبالنسبة لطرق زراعة البطاطا تختلف من مكان إلى مكان وتختلف من إمكانية إلى إمكانية يعني إذا بدك تزرع البطاطا فقط في حديقة المنزل للاستهلاك المنزلي تقدر تزرع بهاي الطريقة تفلح الأرض بشكل جيد وبعدين تسقي التربة وبعدين تعمل فتحة بالتربة بإيدك وتحط حبة البطاطا وتغطيها بشوية التراب وخلال أسبوع تقريبا البطاطا بدها تنبت وبالنسبة لثقاية البطاطا أول ما نزرع البطاطا نسقي التربة ونترك البطاطا بعد أسبوعين بعد ما تنبت وصير ارتفاع النبتة 10 سنت تقريبا نبلش نسق البطاطا كل أسبوع مرة وكيف بدنا نعرف البطاطا لازم نشيل المحصول ولا لا؟ مجرد ما زهرت البطاطا والأزهار بلشت تبس نقدر نقلع المحصول لأن اجتمار تحت الأرض تكون نضجت هذه أهم المعلومات حول زراعة البطاطا بحديقة المنزل كان معكم أفوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة وقبل ما نفتم فلنذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة